منجمة في الامتحان واللي هي حاجة مهمة جداً 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 أنك تقدر تتحكم في التايم متاعك في الامتحان بايه مهم جداً لأنه لحقيقة برشا ناس سواء نقروا معنا سواء ما نقرأوش معنا يخافوا من حكاية التايم مانجمة في الامتحان وثم حتى شكون يقول لك أن راني مثلاً ما نجحتش لأول مرة لأنه فضلوا لعشرين سؤال ما جاوبتش عليهم أو ثلاثين سؤال أو ثم حتى شكون وصلوا ما يجاوبوش على أربعين سؤال المشكلة كبيرة على الأخر التايم مانجمنت علاش ينجم يكون بسبب اللغة لأنهم يمكن نعديه بلغة وهو مش مرتاحين فيها وقال لا يمكن بسبب أحواج أخرى كما مثلاً أنهم كل سؤال يترجموها كل سؤال يترجموها كل سؤال يترجموها باي وهذا اللي هنا موضوع آآ فيه مشكلة كبيرة ومش نحاولوا لهنا نعطيكم تكنيك ولا اثنين اللي بالحق تقدروا تستعملوهم باش نجموا وتقدروا آآ تنجحوا في في الامتحان من غير ما تقلقوا من الوقت يعني يكون الوقت يعني كما نقولوا احنا في صالحكم وانتم متحكمين في الوقت احنا نعرفوا ان الامتحان فيه مية وثمين سؤال والمية وثمين سؤال عندك ثلاثة سوية وخمسين دقيقة باش تعديهم فل هنا عندك ستين سؤال تعديهم ثم تطلع لك كل نافذة ثلاثة سوية وخمسين دقيقة متع المية وثمين سؤال وزيد مع عشر دقيقة يعطيك مجموع أربع سوية وعشر دقيقة لكل في الكل باهين لهنا انتي تلاثة سوية وخمسين دقيقة يعني ميتين وثلاثين دقيقة الالجزام كامل على مية وثمين سؤال عندك دقيقة وسبعتارشا ثانية على كل سؤال كل سؤال عندك عليه دقيقة وسبعتارشا ثانية يعني عشرين سؤال تكمل لهم تقيقيا فيه خمس وعشرين دقيقة وستين سؤال تكملهم تقريبا في ساعة واربعة تقريبا أكا با هي فلهنا شباب لهنا مهم جدا أنك تتدرب كيفية تشد المونجيلة وتشد روحك على دقيقة وسبعة عشر ثانية في كل سؤال با هي لهنا قبل كل شي نحب نقولكم حاجة هو أنه وراه كل ستين سؤال لما تكملهم تطلع لك بابا بويندو وتقول لك تحبش تاخد البريك خوذ هالبريك هيز ما تاخدها تمشي تغسل وجهك تمشي تتنفس تمشي ترتاح تمشي تقرأ قرآن فهمتها لكن انتبه قبل ما تاخد البريك يجب ما تتأكد اللي انت راك جاوبتها لجميع الأسئلة متع الستين سؤال باش هكيكا خضر من بعض ما عندك شحك ترجع لهم ثم تعدي ستين سؤال أخينا ثم كيف كيف تطلع لك بابا بويندو با هي وتقول لك تحبش تاخد البريك خوذها أم تأكد اللي انت جاوبت على الستين سؤال هذوما وتنقول كم كيفاش با هي ثم عندك ستين سؤال أخينا ثم تطلع لك النتجة متاعك إذا عديت في تس سنتر ولا يقول لك تانكيو وتوصل لك النتجة متاعك بعد مدة متع ثلاثة هيئة واربع هيئة من نهارين إذا عديت مدة با هي هو بصفة عمره الألغوريتم متع الأكزام واحد وواحده مبرمجينو يعني يمكن يبدأ لك علىه بستين سؤال طوال ومن بعد يسهل لك ويقصر لك با هي ولا يبدأ لك بأسئلة قصار وبعد يطول لك فهمتها وثم يقول لك ثم يكون عداو ونجحوا وقل لك علاو جاني ستين سؤال طوال وصعب ومن بعد كي وليت مخصور بالوقت ولا يجاني أسئلة قصار وسهلين يسألوني يا ابن حمودة زيما الألغوريتم سهل لي بالعاني على خاطرين قاني مخصور في الوقت وكذا ونقول لك شوف هي ممكن بري بري بروغرامسيون بري بروغرام يعني أنه يجيب لك صعيب بعد يسهلك أتسترا لكن ثم حاجة مهمة جدا نحب أن أحكي عليها اللي هي راهو ما يلزمكش تستعمل إذا كانت أنت مثلا خذت الامتحان وقل بشتعديه بالفرنسية automatic معاهل انجليزية باي وانت تعرف اللي انت بتعود بالكلمات التقنية أكثر بالانجليزية وحتى في الامتحان في حد ذاته لما السؤال يكون بالفرنسية ثم كلمات تقنية أعطيه مكان بالانجليزية مثلا مش حالي لموما بالفرنسية باي فهنا انت على كل ستين سؤال بيتم قسم على ثلاثة أجزاء على كل ستين سؤال ما يزمكش تستعمل الترانزليشن أكثر من ثلاث مرات ماكسيموم ثلاثة كواشنز على ستين تشوف الترانزليشن يعني إذا مش تعدي بالفرنسية عدي بتيحانك بالفرنسية الانجليزية أرجع لها ماكسيموم في ثلاثة أسئلة إذا انت مش تعدي بالعربية باي حين أقرب بالعربية وكذلك بالعربية إذا انت صديت العربية فقطkas لغة أحتياط أما انت طبعا بش يجيك بالبحان بالعربية يجزي bail não تحط روي أنا مش معدي بالعربي باي وهي وجيك ماههلانجليزية أما انت من اللو لنية مش مش تعدي بالعربية فقط تحطيت بالعربي في الحقيقة تحب تعدي بالانجليزية والعربية لغة أحتياط كل سؤال يطلع لك مش طلع لك بالعربية هذيك دفيس أنت انزل طول على ترانزليت لما تنزل طول على ترانزليت مش تقرس سؤال متاعك بالانجليزية وجاءوا بالانجليزية شوف الإجابة له ثم تحط إجابتك وتعدى بقى أرجع للعربية وحط إجابتك وتعدى هما أورادي الأجوبة محطوطين بنفس الترتيب بالعربية بالانجليزية كيف كيف علاش ولما منه تجيك في ثانية متاع هذيك كلمة ترانزليت وثانية أخرى أنك ترجع وتحط إجابتك ولا تقرس سؤال بالعربي وتقرس بالانجليزية وتضيع وقت فبليز استعمل الترانزليت ماكسيموم ثلاثة سؤال ونفس الشيء أسئلة تمركيهم أنت تقول هذا مفهمتوش نرجع لهم بعد أنت بطبيعتك لما توصل لآخر السبتين سؤال يعطيك هو قبل ما تيخل الاستراحة يعطيك السامر يقل لك أهم الأسئلة اللي أنت جاوبت عليهم أنهم لمركيتهم وتحكي ترجع لهم فبليز على ستين سؤال ما تقرس ترانزليشن أكثر من ثلاثة أسئلة على ستين سؤال وما تستعملش الماركينج أوبشن هذيك الماركي سؤال أكثر من ثلاثة أسئلة على ستين باش هكيك تقدر تتحكم في وقتك أما كل سؤال ترجمه وكل سؤال تمركيه لنا ما تلحقش أبدا باهي ومهم جدا تعمل الريفيو متى الأسئلة متى قبل ما تخذب البريك فلنا إذا نحبوا نفسروا لك بطريقة أفضل احنا قلنا لك مراه يزمك تعمل أنت ما معدله خمسة امتحانة بيضاء باهي من مجموعة الامتحانات لعنى باهي عشرات الامتحانات لعنى أو على الأقل ثلاثة امتحانات اليوم سبعتاش وثمانتاش وثمانتاش وتسعتاش خذ إذا كأحسن أقرب وحيد للامتحانة الحقيقي ولو منه بقي كل مراه مقراب هم يضم فيه أسئلة الحقيقيين من الأكزام باهي أعملهم وأعودهم باهي أول ثلاثة امتحانات بيضاء مش لازم معديك تشد الوقت لأمتحان كامل نحبك كل امتحان يعني كل أسبوع تعمل امتحان وكل امتحان تقسموا على ثلاثية نقولوا مثلا نهار لولاني نحبك تعمل سبتين سؤال ولما تعدي سبتين سؤال نحبك تشد معها stopwatch اللي هو الكرونومتر بالفرنسية باهي تشد معها stopwatch على كل سؤال على كل سؤال عندك دقيقة وسبعتاشن ثانية باهي وبعد تحسب انت اللحظة تبدأ تقرأ السؤال يعني فرضا انت تقول اليوم مش لازمتحان 17 مش نخدم اي سيدي انا عندي ستين سؤال اتجي على الوريقة وتكتب انت Q1 question 1 والتشد stopwatch من اللحظة تبدأ تقرأ السؤال اللحظة تختار إجابتك اللحظة تختار إجابتك اللحظة تختار إجابة عمل stop وقف المنجلة وتشوف رو حقا دي أجبت باهي إذا كانك مثلا خلقنا نعطيك في سكريني بعده نقوله مثلا في الـ exam 17 question 1 من اللحظة تبدأ تقرأ السؤال حلية انت stopwatch لحظة تختار إجابة واختارتها في الصوفت وير متانا تعملت وقف المنجلة ووقف stopwatch تلقى روح مثلا question 1 قد فيه Q2 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 مدى أنت راك ربحت 15 ثانية فعندك minus 15 ثانية بأي انت الهنا راك ربحت 15 ثانية قد أنت انت الماكسيموم منتاعك هو دقيقة 17 ثانية انت قعد دقيقة وزوز ثوانية يعني انت عندك minus 15 ثانية بأي هذا حاجة بأي الماكسيموم حاجة بأي Q2 من اللحظة التي تقرأها اللحظة تكملت من اللحظة حالية stopwatch تكرتها تلقى روح تقعد 51 ثانية 51 ثانية يعني انت ربح 26 ثانية هذا minus 26 بأي مثلا انت الهنا minus 26 فالهنا حاجة بأي زد تربحت وقت زد تربحت وقت question الثالثة طويلة جيتك ولا صعيبة قعدت فيها دقيقة و40 ثانية بأي انت الهنا في الت دقيقة و17 ثانية ب23 ثانية فعندك plus 23 ثانية فانت الهنا على question one question two question three عندك 15 مع 26 مع 23 تلقى روحك result في أول 3 questions ربح 18 ثانية يعني انت هدفتين انت سبق وهذه حاجة روحك انت الهنا يلزمك أول 3 امتحانات بيضان مش تعملهم كل امتحان تقسمه ب60 سؤال ب60 سؤال وكنهار تعمل 60 سؤال ما اكثر باش تعود روحك يزمك كل يوم ب60 سؤال وتعود روحك المنجالة وتحسب plus minus وتحسب plus minus plus minus ونبعد تقدر تعمل زوز امتحانات كاملين التي تستعمل على الامتحان كامل يعني اول 3 امتحانات قصمة ب60 سؤال ب60 سؤال ب60 سؤال بالكرون ونبعد تعمل زوز امتحانات كاملين وتشوف روحك تشتقع فيهم هل مش تشتقع فيهم ثلاثة سوية وخمسين دقيقة ام اكثر ام اقل وقت تقدر الهدف هو انك تعود مخك ذهنك عقلك الباطني انك وينما توصل الى 50 ثانية يلزم عقلك يعمل تك يلزم وينما توصل الى 50 ثانية عقلك يعمل تك تقول لك فيش عرف تروحي وسط الخمسين ثانية لانك انت لما تعمل في القواشن وان في القواشن الولاني وشاهدة الكرونومتر انت بطبعتك عينك مش تزلق مش تزلق ومش تشوف الكرونومتر مش تشوف روحها وسط الخمسين ثانية ولا فايزم بدك يحس الاحساس ويتعود اه انا بديت نفهم خمسين ثانية قدشت مودتها مودتها قدشت طولها قدش تحب لي باش نوصل لها فلما مخك يعمل تك يقول لك وصط الخمسين ثانية معنا تروا ما زال عندك عشين ثانية باش تختار الاجابة خمسين ثانية مع عشين ثانية هده من دقيقة وعشة ثوانية قول لي يا أحمد عندي دقيقة وسبعت عشين ثانية ايك سبعة ثوانية ما نحسب همش هنا من نتلف من نغزر الهمش باي هاي علش على خطر هذوك السبعة ثوانية نخليهم انا باش نقرأ بهم نعمل بهم مركيها باش نرجع لها نعمل ريفيو ما نحسب باش دي ما نقدم على ثلقة وعشة ثوانية باي خلنا عملوا تيست خلنا عملوا تيست باي خلنا مشيو نرى تيست مثلا خلنا خلنا مشيو السؤال هذا مثلا باي انا مش نقرأ انا مش نقرأ وكأني واحد متوسط لا واحد ما شاء الله نحضر بالباهة والانجليزية وطايرة ولا واحد ضعيف باش نقرأ كإنسان متوسط باي هاني من اللحظة مش نعمل start stop watch مش نحل الكرونوم من اللحظة نعمل start نبدأ نقرأ اللحظة عمل stop اي واحد اثنين اثنين start in a weak matrix organization employees work across multiple projects and with various departments within the company to increase employee interaction and promote teamwork spirit in the event that additional employees are needed who is in charge of the hiring process under this matrix weak matrix project manager no sponsor no project team no functional manager yes stop انا السؤال هذة جاوبت علي في 30 ثانية انا جاوبت علي في 30 ثانية يعني انا ربح قداش ربح 47 ثانية يعني عندي هذا نكتب لنا مثلا question one عندي الا 47 ثانية لماذا؟ لانه مخي من اللو الكابتا اللي نحكي على weak matrix organization شكون يعمل ال hiring في ال organization هذه موش sponsor موش التيم اكيد ما يكون كانش ال functional manager انا هذا السؤال قاعدت في 30 ثانية قاعدت في 30 ثانية اخترت اجابتي وانا متأكد نتعدى باش ما نزيد اش نضيع الثواني باش ما نزيد اش نضيع الثواني هذه التكنيك تربحني ثواني اني اذا متأكد نعمل نعمل اجابة ونتعدى هنا نربح ثواني وما تنسوي شكل عشرة اللي مناشن تكنيك سيشوفنا مقبيلة هذو ايضا رامي ربحوك الثواني باي يعني تربح ثواني منها وتربح ثواني منها بخلف قطلك كيف يبدأ عندك احوان بدابل لانجوج وكيفاش تربح ثواني باي خانس بدون نعمل سؤال اخر خانس نتعدى مثلا عنا سؤال متاع دراك اندراب يظهر لي كم ايش غلط باي خانشوف سؤال متاع دراك اندراب انت ستيو به باي حان اطار دراك فيس احو 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 ستي باي انا مش نشد stopwatch ونقرب طريقة انسان متوسط one two three start a new government has been formed and the project manager has been awarded a chair position to reform government policies site workers often come up with complaints about working conditions but the project manager cannot improve the conditions the project manager wants to stay updated on instability in the government and the possibility that the current government leader may resign the project manager is assigned to work in a rural area where people have different customs decision making political awareness cultural awareness and negotiation ban hamouda called drag and drop in dima thma zuz sehlin tqd tb bihim wuzuz dakhirina shway tfkir zhli rrabah the project manager is assigned to work in a rural area where people have different customs zhu ma cultural awareness bih manaz rrabah manna wun hata assi lannat tratu bada wuhedi lula a new government has been formed and the project manager has been awarded a chair position to reform government policies hedi decision making okay thertha the project manager wants to stay updated the government the possibility hedi political awareness okay for site workers often come up with complaints hedi negotiations stop 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 hena lana all right jive drag and drop niz mly sorn n 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 hit a n s Maybe n s n n n n s n الوقت متاعي ب 16 ثانية أنا عندي الحق في دقيقة و 17 ثانية في السؤال أنا قعد دقيقة و 33 ثانية أنا فت ب 16 ثانية لكن لكن أنا في السؤال اللول رابح 47 ثانية والسؤال الثانية دي أنا خاسر 16 ثانية يعني السؤال اللول عندي فيه إلا 47 هذا كان رابحا والسؤال الثانية عندي مع 16 خاسرهم يعني أنا الفرق بين السؤال اللول و السؤال الثانية 31 ثانية أنا مزلت رابح 31 ثانية فهكا أنا نعود روحي خلال تحضير الانتحان أنا هكا نتدرب أنا هكا نعرف كيف يشد الوقت فلما نرجع لنا للتايم مانجمينت نرجع للجزء منتع التايم مانجمينت أهوه فأنا لنا نعرف اللي عندي طيقوس بعض الجنة ثانية على كل سؤال أنا قاعد نعمل الموكيكزام سكين بفسر لي بنحمودها بالستين سؤال بالستين سؤال ونحسب قداش نربح وقداش نخسر في الثواني وباديكا جزء متى حان تكاملين نعملهم كلهم بالستاوب واتش وهكاكا أنا نعرف روحي قداش ولا كيفيش البرفورمس نتائي في التايم مانجمينت مهم جدا 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 هذيا إننا نتدربوا عليه فهذا الجزء متى التايم مانجمينت